موسيقى الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وارضا والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من صار على منهاج دعوتهم إلى يوم الدين أما بعد نلتقي في حديث آخر من سلسلة الدروس الحديثية في شقها البيان لنتذاكر حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث وروده ومن حيث فهمه وقبل ذلك أحب أن أمهد بمقدمة إخالها ضرورية وهي أن أمة الإسلام إنما هي أمة نص قامت بالنص وعلى شأنها بالنص وإنما تستمر بالنص ولذلك حضي النص بأهمية بالغة في ثقافة المسلمين هذا النص إنما يكون من القرآن الكريم أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن الأمر مطروحا في حق كتاب الله تعالى من حيث وروده لأنه قطعي الورود فإن السنة النبوية الشريفة أثير حولها كلام وذلك أن السنة النبوية الشريفة امتدت إليها أياد الزيغ رغبة منها وطمعا منها في أن تحرف النصوص وفي أن تجعلها بعيدة عن المعنى العام الذي قيلت من أجله والذي وردت في سياقه لكن الله سبحانه عز وجل وقد أخبرنا في كتابه الكريم أنه حافظ لذكره والسنة من الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إن ربنا سبحانه عز وجل قيض لهذه الأمة علماء عدول يتولون مهمة حفظ هذه السنة والذود عنها من خلال دراسة أسانيدها والتفتيش في أحوال رواتها لذلك وضعوا منهجا دقيقا شهد العالم كله بأنه منهج فريد لما اتسم به من دقيق النظر ولما اتسم به أيضا من حسن التدقيق والنظر في كل ما يتعلق بالكلام سواء ارتبط ذلك بالسند أي بسلسلة الرواة أو كان ذلك مرتبطا بالكلام وهو الذي يعبر عنه بالمتن ولذلك علماؤنا عندما تعاملوا مع الحديث النبو الشريف تعاملوا معه من هذه الناحية أنه دين وأنه ذكر وأن الأمة الإسلامية إنما تتعبد الله عز وجل بهذا الحديث فناسب أن يكون هذا الحديث حديثا صحيحا سليما ولذلك استفرغ علماء الحديث وسعهم للنظر في هذه الأحاديث النبوية الشريفة فنظروا في السند كما نظروا في المتن نظروا في أحوال الرجال وبحثوا عن أحوالهم بل إنهم نظروا في انتماءاتهم الطائفية وميزوا بين المقبول من هؤلاء وبين المغضوض منهم كما أنهم نظروا في المتن ونظروا في اللفظة فميزوا بين الصحيح السليم وما هو من قبيل السقيم الذي لا يقبل فتحدثوا عن الاضطراب وتحدثوا عن التصحيف وتحملوا من أجل ذلك ما تحملوه من مشاق ومن ذلك قيامهم بالرحلة في سبيل أن يتأكدوا من لفظة بل من حرف واحد في الحديث النبو الشريف هذا الجهد الكبير الفريد الذي قام به علماؤنا إنما قاموا به من أجل أن يصلوا إلى أن يصنفوا الحديث النبو الشريف في خانات معروفة وهي خانة الصحيح وخانة الحسن وخانة الضعيف وخانة الموضوع وتعاملوا مع كل صنف من صنوف هذه الأحاديث بما يلزم وبما ينبغي من التعامل وبعدما تأكدوا على أن هناك أحاديث صحيحة وعلى أن هناك أحاديث غير صحيحة طفقوا يبحثون وينظرون فيما يتعلق بهذا الحديث الصحيح هل يكفي أن يكون الحديث الصحيح صحيحا من أجل أن يكون عليه العمل هنا أيضا بحث علماؤنا ونظروا في المتن وصلطوا عليه من دار النقذ من مختلف النواحي ومن ذلك عرضهم للحديث النبو الشريف على كتاب الله عز وجل إيمانا منهم أن الحديث وحي وأن القرآن وحي ولا يمكن للوحي أن يعرض الوحي ثم إنهم أيضا نظروا إلى جملة الأحاديث التي وردت في الموضوع الواحد فقابلوا بين هذه الروايات وبين هذه الأحاديث ثم إنهم نظروا إلى القواعد العامة ومقاصد الشريعة ونظروا أيضا إلى اللغة وما يقتضيه كلام العرب ونظروا كذلك إلى السياقات المختلفة التي قيل فيها الكلام مما يسمى بحافة السياق أو حافات السياق كما يسميه الطهر بن عشور أي النظر في سياق ورود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرض الأساس من كل هذا هو أن يتأكدوا على أن هذا الحديث الذي ورد إنما هو حديث صحيح ومن أجل أن يتأكدوا على أن المتنى الذي جاء من خلاله هذا الحديث إنما هو سليم صحيح لا يعارض القرآن الكريم ولا بقية الأحاديث ولا يعارض أيضا ما تقصده كلغة العرب بعد ذلك عمل المحدثون على أن يبينوا للناس ما ينبغي أن يعمل به وما لا ينبغي أن يعمل به بل إنهم حتى وإن وجدوا الحديث ضعيفا لم يتركوه البتة وإنما نظروا فيه هل له شواهد هل له متابعات إلى غير ذلك الهدف من هذا كله هو أن أهل الحديث أرادوا أن يبينوا للأمة الإسلامية ما ينبغي أن يكون عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعبد الإنسان ربه بشكل صحيح سليم ومن أجل أن يكون ما يعتمد من هذه النصوص مقبولا صحيحا بإذن الله تبارك وتعالى وسأبين لكم إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الأحاديث على سبيل التمثيل فنبدأ بالحديث الأول وهو الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري كما أخرجه الإمام مسلم هذا الحديث قال فيه البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر قال سمعته يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالصهر والحمى هذه رواية الإمام البخاري وعند مسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضون تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى هذا الحديث هو من النوع الذي يقال فيه حديث متفق عليه والمقصود بالحديث المتفق عليه هو الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري كما الإمام مسلم بمعنى أن هذا الحديث إنما يستجيب للشروط التي وضعها الإمام البخاري في جامعه الصحيح كما أنه أيضا على طراز تلك الشروط التي عند الإمام مسلم رحمهم الله جميعا وقول أهل الحديث الحديث متفق عليه يعني أنه صحيح ولكن ليس صحيحا فقط وإنما هذا الحديث من قبيل تلك الأحاديث التي تشكل أعلى مراتب الحديث الصحيح وقد ذكر علماء الحديث أن مراتب الحديث الصحيح سبعة أولا ما اتفق عليه البخاري ومسلم وهو الذي يعبر عنه بما كان على شرطهما وأخرجاه الرتبة الثانية ما كان على شرط البخاري وأخرجاه الرتبة الثالثة ما كان على شرط مسلم وأخرجاه الرتبة الرابعة ما كان على شرطهما ولم يخرجاه الرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه الرتبة السادسة ما كان على شرط الإمام مسلم ولم يخرجه الرتبة السابعة ما أخرجه غير الإمام البخاري ومسلم في كتاب من الكتب والتزم في هذه الأحاديث الصحة إذن هذا الحديث النبوي الشريف هو حديث صحيح ويتأكد عمر صحته في كونه يخلو من تلك الأسباب التي توجب الرد وقد ذكرها الإمام ابن حجر في لخبة الفكر عندما قال بأن أسباب الرد إنما ترجع إلى سببين إثنين أما السبب الأول فهو السقط وأما السبب الثاني فهو الجرح فالمقصود بالسقط وهو سقوط راو من سيسلة الرواة وإذا نظر إلى هذا الحديث نجد أن هناك ذكرا لسلسلة الرواة بحيث إن الراوي يروي عن من يليه وعن من هو قبله دون ما أن يكون بينهما سقط أي دون ما أن يسقط راوي من الرواة في السلسلة ثم إن السبب الثاني الذي ذكره ابن حجر في كون الحديث لا يكون مرضودا وهو وجود الجرح إنما يتأكد هذا الأمر في الحديث في سلامة رجاله من مجيبات الجرح ولذلك هذا الحديث عند العلماء هو حديث صحيح حديث صحيح بل إنه يشكل مرتبة أعلى من مراتب الحديث الصحيح فإذا كان الحديث صحيحا وهو كذلك فإننا نتساءل عن العمل بهذا الحديث عن العمل بهذا الحديث وقبل ذلك نشير إن مخرج الحديث إلى أن مخرج الحديث هو الصحابي الجليل النعمان بن بشير نقول راوي الحديث أو مخرج الحديث النعمان بن بشير هو صحابي الجليل عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل ما تحمل في سبيل أن تقوم دولة الإسلام وفي سبيل أن يكون المسلمون كما أراد لهم ربهم وارتضى لهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم قيل في ترجمة هذا الصحابي الجليل بأنه ورد في السنة الثانية من الهجرة وعلى أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة أوصلها من عد أحاديثه إلى 114 حديثا إذ أن مسند هذا الصحابي الجليل فهو يصل إلى هذا الرقم 114 حديثا ثم إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد كبدر وأحد والخندق وغير ذلك من تلك المشاهد التي حضر فيها إلى جانب أصحابه وإلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافعا لإسلام ويستفرغ وسعه من أجل أن يقدم شيئا ينال به رضا ربه سبحانه عز وجل وهكذا استمر إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر في خدمة الدين وفي الجهاد إلى أن استشهد في يوم التمر يوم سنة 65 للهجرة فإذن هذا هو الصحابي الجليل النعمان بن بشير باختصار شديد هذا الحديث النبو الشريف يتحدث عن قضية من القضايا الأخلاقية والطربوية المهمة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل في هذا الحديث وضرب الأمثال في اللغة العربية عموما له غايات ومقاصل من ذلك تقريب المعنى ومن ذلك رفع الأصطار عن الحقيقة ومن ذلك تيسير الفهم لذلك عندما تقرؤون القرآن الكريم تجدون أن الله عز وجل يضرب الأمثال في غير موضع من آياته المباركات ومن ذلك قوله تعالى لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال يضربها للناس لعلهم يتفكرون فالغاية إذن من ضرب المثل هو التفكر والتفكر هو التذكر ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعه في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله نمثال للناس لعلهم يتذكرون فالغرض الأساس من المثل هو التذكر فالغرض من ضرب المثل هو التفكر هو التذكر هو تقريب المعنى هو إيصال الرسالة إلى المخاطب ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمل هذا الأسلوب في أحاديثه وفي قوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المومين أخبروني عنها فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أنها النخلة النخلة فشبه بين المومن والنخلة فضرب المثل إذن ففيه فوائث طربوية مهمة وفيه رسائل ينبغي للمخاطب أن يتلقفها فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين على أن المومنين والمسلمين إنما يشكلون الجسد الواحد فإذا اشتكى هذا الجسد الواحد عضوا من أعضائه أحست بقية الأعضاء بألم ذلك العضو المصاب وهذا ما يؤكده حديث آخر عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المومنون كالبنيان المرصوص البنيان المرصوص النبي صلى الله عليه وسلم شبه المومنين بالبنيان المرصوص في هذا الحديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المومنين في علاقاتهم إنما يعيشون رخوة حقيقية تتجسد من خلال التواد ومن خلال التراحم ومن خلال التعاطف وهذا هو المجتمع الإسلامي الذي يصوره الإسلام ويريد منا أن نكون عليه حتى نحقق تلك المحبة التي أمرنا بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وحتى نحقق تجليا عظيما من تجليات الأخوة لأن المودة إنما تعني التطبيق العملي للمحبة فالمحبة هي ميل القلب المحبة إنما يميل فيها القلب إلى شيء من الأشياء فتأتي المودة لتصدق هذه المحبة من خلال سلوك ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم يبدأ بالمودة وبعد ذلك يتحدث عن الرحمة والتعاطف مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم فبين صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد يعيشون كما ينبغي للجسد الواحد أن يكون عليه لا ينبغي أن يكون كل واحد في منأة عن الأطراف الأخرى وعن الأجزاء الأخرى هو مجتمع إسلامي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبدى مظاهره وأن تظهر تجلياته على صعيد الفئات التي تتعايش في المجتمع الواحد تحقيقا للمبدأ العام وللشعار العام إنما المؤمنون إخوة كما قال ربنا سبحانه عز وجل الحديث الثاني الذي نمثل به أن أهل الحديث لم يقتصروا في نظرهم على السند فقط ولم يقتصروا فيه على أن الحديث إنما هو صحيح فقط وإنما نظروا ودققوا وفتشوا وعرضوا هذا الحديث على مقتضيات أخرى الحديث المتفق عليه أيضا الذي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وأخرجه قبل البخاري مسلم الإمام مالك قال فيه صلى الله عليه وسلم والحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أرضاه قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وقصة هذا الحديث معروفة وهو أن أبا قتادة في غزوة حنين قتل رجلا وسمع هذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب لمن كان حوله أن يشهد له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما قال قتاد هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه والسلب معناه هو متاع الجند من لباسه ومن بابته ومن سلاحه هذا الحديث أيضا حديث متفق عليه لكن بين قوسين أشير إلى قضية مهمة وهي أن هذا الحديث أخرجه الإمام مالك وبعد ذلك أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم وعندما تنظرون في هذه القضية المرتبطة بجملة من الأحاديث الواردة في الموطأ تجدون أن جل أحاديث الموطأ إنما هي مروية عند الشيخين الجليلين عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم وهذا فيه مسألة مهمة جدا وهي أن موطأ الإمام مالك كانت له مكانة عظيمة في بنيان الحديث النبو الشريف موطأ الإمام مالك مصنف ضمن الكتب الصحاح وهذا الذي فعله الإمام البخاري في اعتماد روايات الإمام مالك وكذا الإمام مسلم إنما هي شهادة على أن الإمام مالك كان محدثا جهبدا وكان محدثا مبرزا في مجال الحديث النبو الشريف وهنا يمكن أن نوضح أمرا وهو أن بعض الناس عندما يتحدثون عن موطأ الإمام مالك لا يبوئونه المقام الذي يناسبه ويستندون إلى بعض الأمور منها أن موطأ الإمام مالك ليس مذكورا ضمن الكتب الستة لأنه كما تعرفون أن الكتب الستة إنما هي الجامع الصحي الإمام البخاري وصحي مسلم وسنن أبي داود وسن ترمدي وسن النساء وسن ابن ماجة فيقول بعض الناس موطأ الإمام مالك ليست له تلك المكان الحديثية ودليله في ذلك أو دليلهم على ذلك هو أنه ليس مندرجا ضمن هذه الكتب الستة والمتأمل يجد على أن الموطأ إنما هو مندرج في الصحيح صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وأن إدراج الموطأ ضمن هذه الكتب الستة إنما سيكون من باب التكرير لهذه الأحاديث ولذلك نجد أن بعض الكتب وإن كانت دون موطأ الإمام مالك فهي مندرجة ضمن هذه الكتب الستة ومنها سنن ابن ماجة سنن ابن ماجة فهي ليست في مستوى موطأ الإمام مالك ومع ذلك فهي مذكورة في الكتب الستة والسبب في ذكرها ضمن الكتب الستة أن فيها زوائد ليست مذكورة في الكتب التي هي في البخاري ومسلم والنساء والترميدي وأبي دود فيه أحاديث أي هذا الكتاب فيه أحاديث ليست موجودة في هذه الكتب لذلك أهل الحديث جعلوا كتاب ابن ماجة ضمن هذه الكتب لأن فيه فوائد موطأ الإمام مالك فهو موجود في البخاري وموجود في صحيح المسلم وبهذا يتأكد أن موطأ الإمام مالك إنما هو كتاب صحيح وعلى أن الشرط الذي التزمه الإمام مالك هو شرط صارم في منهاج الحديث النبوي الشريف نعود إلى قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي قتاد الصحابي الجليل الذي أسلم صغيرا وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآخر فشهد معه المشاهد كبدر وأحد وغير ذلك من هذه المشاهد هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه بيننا أن سياق الحديث إنما كان في غزوة حنين وأن هذا الحديث صحيح كما أشرنا في الحديث الأول بلفظة متفق عليه متفق عليه ومعنى متفق عليه أنه في أعلى الصحة ولكن مع ذلك نجد أن هذا الحديث وإن صح لم يعتمده بعض الفقهاء ولم يكن عليه العمل عندهم لأسباب ومنهم الإمام مالك ومنهم أبو حريفة ولعل السبب في عدم العمل بهذا الحديث هو أن علماءنا فهموا أن هذا القول الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يندرج في مقام هو مقام الإمامة وهذا ما يسمى بمبحث التصرفات النبوية عند العلماء أي أن علماءنا عندما أرادوا العمل بهذا الحديث ميزوا بين التصرفات النبوية وميزوا بين ما هو على سبيل التشريع وما ليس على سبيل التشريع وهذا الأمر إنما ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نفسه في حديث مسلم عندما قال إنما أنا بشر فإذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوه وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر أو فأنا بشر كما قال الله عليه وسلم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يميز بينما يصدر عنه باعتباره نبيا مبلغا وبينما يصدر عنه باعتباره إماما أو باعتباره قاضيا أو باعتباره مفتيا ولذلك علماؤنا انتبهوا مبكرا إلى هذه النقطة فقالوا إنه لا بد للفهم السديد الرشيد للحديث النبو الشريف من التمييز بين المقامات مقامة النبوة مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم الإمام ابن قتيبة الذي ميز بين تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم واقسمها إلى ثلاثة أقسام الخسم الأول هو ما أوحى الله عز وجل إليه به وكان ملزما باتباعه وكانت الأمة ملزمة باتباعه لقيام الساعة كما هو الشأن بالنسبة للعبادات من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك القسم الثاني هو ما أوكل الله عز وجل أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بإعمال رأيه فيه القسم الثالث هو كان من باب الفضائل ومن باب السنة وقد توالى جهد العلماء في بحث هذه المسألة فذكر القاضعيات ذلك في كتابه الشفى ولسيما في القسم الثالث منه ثم استمر الأمر إلى أن جاء الإمام القرافي فبين وأحسن التبيين من خلال تقسيمه المعروف الذي قسم فيه تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام القسم الأول هو ما كان من باب التبليغ والقسم الثاني ما كان من باب الإفتاء والقسم الثالث ما كان من باب القضاء والقسم الرابع ما كان من باب الإمامة إذن علماؤنا ولسيما الإمام مالك عندما وقفوا عند هذا الحديث المتعلق بالسلب في الحرب فإنما تعاملوا مع هذا الحديث من خلال السياق الذي ورد فيه وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا من باب تجيع الصحابة الكرام على الإقبال في الحرب وعلى استفراغ جهدهم من أجل أن يقدموا خدمة جليلة للدين وأن الأمر لم يكون على سبيل التشريع ولذلك الإمام مالك رحمه الله يرى على أن هذا الأمر المتعلق بالسلب فلا يمكن أن يكون إلا بعد إذن الإمام وهو الذي يصدقه الواقع يصدقه الواقع لأنه إذا كان الأمر مبنيا على فهم مفاده أن هذا التصرف إنما هو من باب التشريع فإنه سيؤدي إلى جملة أمور منها أن المجاهد قد يدخل إلى ساحة الوغى من غير أن يستحضر النية التي ينبغي أن تكون في قلبه ويصدق والإخلاص وإنما سيحارب وسيجاهد من أجل ذلك السلب النقطة الثانية وهي أنه يمكن أن تكون هناك فوضى لأنه إذا كان الأمر مبنيا على أن كل قاتل يأخذ سلب قتيله فإنما سيؤدي ذلك إلى قيام الفوضى وهناك أمور كثيرة يمكن أن يحرض بها الجنود على القتال ويحرض بها المجاهدون على أن يبلو البلاء الحسن في ذلك مما هو معروف في وقتنا المعاصر ومما هو معروف من مختلف المكافآت التي تصرف بمختلف الوجوه ولذلك الإمام مالك كان مصيبا عندما ميز بين تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وله شواهد في عمله ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا أو أمر أن يعطى رجل فالإمام القائد خالد بن الوريد رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يطبق ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد ذلك تكلم الرجل لأنه في الأول لم يريد خالد بن الوريد رضي الله أن يعطيه فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشخص فقال له أعطيه يا خالد وبعد ذلك تكلم هذا الرجل لخالد بكلام أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه يا خالد لا تعطيه يا خالد أي لا تعطيه السلبة يا خالد فدل هذا الحديث أن الاختيار الذي صار عليه الإمام مالك كان اختيارا مهما وكان اختيارا صائبا وهذه مسألة دقيقة في فهم الحديث النبو الشريف أي أن هناك أقوالا صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست على وجه الشريع وإنما هي على وجه الإمامة أو على وجه القضاء ولذلك ينبغي لمن يدرس الحديث النبو الشريف أن يدقق النظر في هذه المسألة لكي يكون فهمه فهما سليما بإذن الله تعالى أما الحديث الثالث فسندرسه ونتدارسه بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل كلامنا إن شاء الله تبارك وتعالى بذكر تلك الأحاديث التي قلنا عنها إن علماءنا تعاملوا معها بمنهج دقيق يبين مدافقهم وفهمهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الثالث الذي أقدمه في هذه الحلقة نموذج لذلك وهو الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه حيث جاء فيه حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاد بن أنس الجهني عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة تخذ جسرا إلى جهنم وتخذ هنا بصيغة المبني للمجهول كما حقق ذلك الإمام بدر الدين العيني في كتابه عمدة القاري حيث أشار إلى أن صيغة المبني للمجهول هي المشهورة وهذا الحديث النبوي الشريف هو حديث ضعيف وسبب ضعفه كما بيّن الإمام الترمذي أن فيه رشدين بن سعد وهو متهم في حفظه أي أنه ضعيف من قبل حفظه وأنتم تعرفون أن من الأسباب التي تؤدي رض الحديث ما يتعلق بالجرح والجرح قد يكون من جهة العدالة كما قد يكون من جهة الضبط وسوء الحفظ أو الغفلة إنما هي من جهة الضبط فإذن هذا الراوي رشدين بن سعد فهو ضعيف ضعف من قبل حفظه والحديث أيضا راه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن لهيعة وعبد الله بن لهيعة أيضا متكلمون فيه حيث إن علماء الحديث جرحوه ولا سيما ما يتعلق بما وقع له حيث اختلط في آخر أمره عندما احترقت كتبه ولذلك ما يتعلق برواية ابن لهيعة فيها كلام ولا سيما ما كان بعد أن احترقت كتبه فالحديث إذن هو ضعيف ومذار الحديث زبان بن فائد وهو أيضا ضعيف كما حقق ذلك ابن حجر فإذن هذا الحديث ضعيف لكن مع ذلك قال الإمام الترمذي وقال غيره عليه العمل والسبب في ذلك هو ورود أحاديث أخرى تشهد لهذا الحديث النبو الشريف ومن ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الرقاب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت فقد آذيت من الأذى وآنيت أي تأخرت وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام ابن ماجة هو أيضا حديث ضعيف لأن في سنده راويا اسمه إسماعيل بن مسلم وهو متكلم فيه أيضا بمعنى أن العلماء ضعفوه والشاهد الثالي هو ما أخرجه الإمام أبو داود في سنده عن عبد الله بن بصر أن رجلا دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وهذا الحديث في سنده معاوية بن صالح ومعاوية بن صالح كما قال العلماء علماء الجرح والتعديل إنما هو صدوق له أوهام وبهذا يكون هذا الحديث حسنا معاوية بن صالح فهو صدوق له أوهام وبذلك حكم أهل الحديث لهذا الحديث بالحسن فهذا الحديثان الحديث الأول الذي رواه الإمام بن ماجه والحديث الثاني الذي أخرجه الإمام أبو داود يشهدان للحديث الأول الذي أخرجه الإمام الترمدي والإمام بن ماجه الذي سمعتموه وهو قوله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ على المشهور اتخذ جسرا إلى جهنم ولذلك علماؤنا عملوا بهذا الحديث وتذاكروا في فقهه ومن ذلك من قال بأن تخطي الرقاب إنما هو حرام على أنه لا بد من تنبيهها هنا إلى مسألة مهمة جدا وهي أن اللغة التي عبر بها في هذا الحديث إنما هي من قبيل الوعيد فقط اتخذ جسرا إلى جهنم من أجل بيان نقطة وهي أن إتيان هذا الصنيع المتعلق بتخطي الرقاب يوم الجمعة والناس يستمعون وينصطون إلى الخطيب يوجه وينصحهم إنما هو عمل لا ينبغي أن يقع فيه المسلم حالة كون الخطيب يخطب يوم الجمعة ولذلك العلماء عندما نظروا في هذا الحديث نظروا وصلطوا عليه من دار الفقه والفهم فهناك من قال بأن تخطي الرقاب إنما هو حرام وهناك من قال بأنه مكروه وهو القول الصحيح السليم بإذن الله تبارك وتعالى وهو الذي قالت به الشافعية وقال به أيضا الحنابلة والإمام مالك إنما قال بالكراها ولكنه قيده بوقت وهو حالة كون الخطيب أي عندما يدخل الخطيب إلى المسجد فيجلس على المنبر هذا هو الوقت المكروه عند الإمام مالك إذن كما تلاحظون بأن هذا الحديث الذي أتينا به والذي أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وإن كان حديثا ضعيفا لكن العلماء لم يطرحوه ولم يتركوه دون ما أن يعملوه وإنما نظروا في شواهده ونظروا في بقية الأحاديث الأخرى فوجدوا أن هناك من يسنده ويعضضه ويشهد له فعملوا بهذا الحديث وقالوا بأن من أتى هذا الفعل المتعلق بتخطي الرقاب رقاب الناس يوم الجمعة فإنما يكون قد ارتكب مكروها وأنه لا يليق بالمسلم أن يفعل هذا لأن هذا يعتبر أذى وأذى المسلم على كل حال فهو مذموم ومنهي عنه ولذلك تلاحظون مسألة مهمة جدا في علم الحديث النبوي الشريف أن العلماء عندما تعاملوا مع المصطلح مصطلح الحديث لم يتعاملوا معه بشكل آلي بشكل ميكانيكي وإنما تعاملوا معه من خلال الأحاديث النبوي الشريفة فقد يكون الحديث صحيحا ولكنه يمكن أن لا يعمل به وقد يكون الحديث ضعيفا ولكن يمكن أن يعمل به وهذه نقطة أيضا مهمة جدا حتى فيما يتعلق بالرجال لأنه للأسف ولسيما في وقتنا هذا أن بعض الناس جعلوا من الحديث النبوي الشريف كأنه مسألة رياضية أن الصدوق إنما يكون حديثه حسنا وأن الثقة إنما يكون حديثه صحيحا وأن الضعيف إنما يكون حديثه ضعيفا والحقيقة أن الأمر ليس هكذا على الإطلاق وإنما قد تكون رواية الثقة مرضودة قد لا يعمل بها وقد تكون رواية الضعيف معمولا بها وبالتالي فإن علماء الحديث النبوي الشريف لم يقتصروا على هذا النظر المتعلق بما هو آلي وإنما بحثوا في كل جوانب الحديث النبوي الشريف وكانت رؤيتهم رؤية عميقة دقيقة ولذلك كان هذا الذي ترونه من حفظ الكتب الصحاح ومن وضع الكتب الحسنة ومن وجود كتب الحديث الضعيفة إغلي ذلك كل هذا يدل على أن علماء الحديث إنما نظروا برؤية دقيقة فمحصوا من خلالها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستطاعوا بذلك أن يقدموا للناس ما خلص وما كان في متناولهم إنها الصنعة الحديثية وما أدراك ما الصنعة الحديثية التي خص الله عز وجل بها أمة الإسلام كما هو معروف كما قال أبو علي الغسان الجياني وهو يتحدث عن خصائص هذه الأمة إن الله تعالى خص هذه الأمة بأمور ثلاثة وهي الإسناد والأنساب والإعراب الإسناد والأنساب والإعراب والإسناد هو هذا الذي نتحدث عنه أي أن علماءنا دققوا النظر وفتشوا في أحوال الرواة فلم يفتهم ما كان في الراوي من شيء يمكن أن يمنع روايته وإنما دققوا النظر حتى إنهم استطاعوا أن يميزوا بين من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته الحديث الرابع هو الحديث الضعيف الذي هو ضعيف المطروح ولم يعمل به وهو الحديث الذي أخرجه الإمام الطبران في الأوسط من طريق بقية عن أنس مرفوع هذا الحديث فيه احترسوا من الناس بسوء الظن احترسوا من الناس بسوء الظن هذا الحديث كما قلت لكم أخرجه الإمام الطبران في الأوسط وقال تفرد به بقية وبقية مدلس والإمام العجلوني في كشف الخفاع قال في هذا الحديث بأن جميع طرقه ضعيفة أما الإمام البيهقي فقد نسب هذا الحديث لكلام العرب وبهذا يتضح بأن هذا الحديث ضعيف بل إنه ضعيف جدا هذا من حيث السند ومن حيث المتن فإن النظر في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله الصلاة والسلام يقودنا إلى الحكم عليه بالضعف لما؟ لأن الله عز وجل يأمرنا في كتابه الكريم بأن نحسن الظن وأن ننأى بأنفسنا عن الوقوع في الظن بلها في الشيء القليل من الظن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم فالآية الكريمة تبين الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن ومنها أن يبتعد عن الظن وأن ينأى بنفسه عن الوقوع فيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا أيضا في الحديث المتفق عليه إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فمن خلال هذا الحديث النبو الشريف نستشف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهان عن الظن فلا يمكن إذن أن يكون هذا الحديث الذي فيه احترسوا من الناس بسوء الظن صحيحا لماذا؟ لأنه مخالف للقرآن ولأنه مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه مخالف احتل الذوق السليم وأقصد بالذوق السليم أن العلاقة المطلوبة في المجتمع ينبغي أن تكون علاقة مبنية على حسن الظن وعلى الثقة وعلى المحبة وعلى الوئام عندما يحل محل هذه الصفات ما يرتبط بسوء الظن فكونوا على يقين أنه ستنعدم الثقة وستظهر المشاكل والقلاق والصعوبات وحينئذ لن تكون هناك مسألة الأمن ولا الأمان ولا الطمأنين ولا الاستقرار في المجتمعات ونحن نعلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربي الأمة أولا فيما يتعلق بتزكية النفوس وبتطهيرها من كل ما من شأنه أن يلوث صفاءها وأن يمس كذلك نقاءها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بعملية التخلية أن نصفي قلوبنا من كل هذه الأشياء لأن كل شيء يدور على هذا الأمر المتعلق بالنفوس وحتى في القرآن الكريم عندما تقرأونه تجدون أن الله عز وجل أقسم 11 مرة في سورة الشمس من أجل بيان قضية المركزية وهي قضية طهارة نفوس وتزكية القلوب قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد قال هذا بعدما أقسم بمختلف المخلوقات من شمس وليل ونهار وسماء وغيره والشمس وضحاها والقمر إذا تلها الآيات هذا يؤكد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركز على تنقية القلوب وعلى تصية النفوس فهذا الحديث الذي فيه احترس من الناس بسوء الضم لا يمكن أن يكون صحيحاً ولذلك ضعفه العلماء لأنه من شأنه أن يزرع غياب الثقة بين الناس وغياب الأمن والطمأنينة بين أفراد المجتمع لذلك هذا الحديث حديث ضعيف ولم يتمده العلماء ولم يكون عليه العمل فإذا من خلال هذه الأنواع الأربع من الأحاديث النبوة الشريفة يتأكد لنا أن العلماء علماء الحديث إنما صاروا على منهج دقيق هذا المنهج لم يكن منهجاً آلياً ينظر فقط إلى ما يرتبط بما يسمى بالمصطلح أو بالآلة وإنما نظر نظرة عميقة متفحصة فيما يرتبط بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظرون إلى السند فإذا صح السند وكان سالماً من كل أسباب الرض مما قلناه في بداية الكلام من سقط وجرح حكموا للسند بالصحة لكنه لا يلزم أن يكون الحديث الصحيح من حيث الإسناد صحيحاً بشكل عام وإنما لابد من نظر في المتن فنظروا إلى المتن ودرسوه من حيث الشدود ومن حيث أيضاً وروده هل هو حديث مضطرب هل فيه إدراج والمقصود بالإدراج أي ما أضيف وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظروا أيضاً حتى إلى اللفظة هل فيها تصحيف أي هل وقع في ذلك نوع من التغيير على مستوى النقط أو على مستوى الرسم كل هذا قام به علماؤنا وعندما تأكدوا من أن النص قد وصل إلينا كما قاله صاحبه انتقلوا إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الفهم وهي مرحلة الفهم وعندما يجدون الحديث الصحيح فإنهم ينظرون إلى العمل به فإذا وافق هذا الحديث النبي والشريف أموراً أخرى فإنهم يعملون به ولذلك عندما تقرؤون عند الإمام مالك رحمه الله تجدون على أنه في موطئه كان يستعمل عبارات وهذه العبارات من قبيل الأمر عندنا الأمر الذي وجد عليه الناس الأمر الذي عليه العمل هذه العبارات التي كان يقولها لا تعني أن ما لم يروه في موطئه ليس صحيحاً وإنما هناك أحاديث يعرفها الإمام مالك أنها صحيحة لكنه لم يعمل بها وإنما لم يعمل بها لأنها كانت تخالف ما اشترطه وما شرطه في كتابه ومن ذلك عمل أهل المدينة وعمل أهل المدينة بالنسبة إلي يحقق له نوعاً من التواطر ولذلك علماؤنا إنما كانوا في بعض الأحيان يوردون أحاديث ولا يعملون بها لأنه قد يقول قائل طيب إذا كنتم لن تعملوا بهذه الأحاديث فلما رويتموها وهذا أمر ذكره الإمام القاضي عياب في ترتيب المدارك عن ابن المجيشون أنه قال قال ابن المعذل قال ابن المعذل أن إنساناً سأل ابن المجيشون قال له إذا كنتم لن تعملوا أو لا تعملون بهذه الأحاديث فلما رويتموها فلما رويتم هذه الأحاديث وأنتم لن تعملوا بها أو لم تعملوا بها فقال ابن المجيشون قال لكي يعلم أن عن علم تركناها لكي يعلم أن عن علم تركناها فلذلك جملة من الأحاديث ضمنها العلماء كتبهم وإن لم يكن عليها العمال حتى لا يأتي آت فيقول إن تلك الأحاديث لم تبلغهم لكي يبينوا للناس أن هذه الأحاديث إنما وصلتهم ووقفوا عندها لكنه انقدح في فهمهم وعندهم أن هناك أحاديث أخرى هي التي يعمل بها وأن هذه لا يعمل لا يعمل بها فلذلك علماؤنا انتبهوا جيدا إلى هذه النقطة فدققوا النظر في السند ودققوا النظر في المتن بل إنهم بعد عرض المسألة على القرآن الكريم وعلى بقية الأحاديث التي تأتي في الموضوع الواحد وعند نظرهم في اللغة العربية نظروا إلى السياقات المتعلقة بما قيل فيه هذا الحديث النبوي الشريف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يقول الحديث النبوي الشريف في سياق قد يكون الأمر مرتبطا بسبب الورود قد يكون الأمر مرتبطا بقضية عين أي أن هذا الحديث خاص بشخص معين قد يكون الأمر وهكذا ولذلك الأهل الحديث والفقهاء عندما نظروا إلى هذا الحديث النبوي الشريف نظروا إليه بنظرة تكاملية وليست بنظرة تجزئية ونحن اليوم نحتاج إلى هذه النظرة نحتاج إلى أن ننظر بعين المحدث وبعين الفقيه المحدث الذي ينظر في السند من أجل أن يصل إلى أن السند سليم وأنه خال من كل الشوائب التي يمكن أن تجعله سند المرضوضة ونحتاج إلى فقه ونحتاج إلى فهم إلى فهم والذي يجمع بين الأمرين هو فقه الحديث ولذلك عندما تقرؤون في من كتب فقه الحديث تجدون على أنه جمع بين الرواية والدراية جمع بين الرواية والدراية أي أنه نظر في الإسناد نظرة المحدث المتمكن الذي يعرف الرجال ويعرف الأسانيد ويعرف الروايات ويقابل فيما بينها من أجل أن يصل إلى صحة الحديث وسلامته كما قاله صاحبه ثم عندنا أيضا ما يرتبط بفقه الحديث وبفهم الحديث ولذلك تجدون في الحديث فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه لأنه قد يحمل الراوي الحديث من غير أن يكون متمكنا من فقه وفهمه ولذلك فإن علماءنا إنما كانوا يجمعون بين هذا النوع بين الرواية وبين الدراية حتى لا ينقلوا كلاما يكون معناه على خلاف ما رووه ولذلك فإن الأحناف مثلا وإن المالكية مثلا كانوا يشترطون في كانوا يشترطون في الراوي أن يكون فقيها أن يكون فقيها والمعنى أي أن يكون عارفا ومتمكنا وعلى دراية بما يحمله هذا النص الحديث من معاني ومن أحكام فإذا ما يمكن أن نصل إليه هو أن الحديث النبوي الشريف إذا صح فيمكن أن يكون عليه العمل ويمكن أن لا يكون عليه العمل وأن الحديث النبوي الشريف إذا ضعف ونتحدث هنا عن الضعف الخفيف وليس الضعف الشديد يمكن أن يكون عليه العمل إذا وجدنا ما يشهد له ويسنده ويقويه أما الأحاديث الضعيفة المطروحة التي هي شديدة الضعف فهي الأحاديث التي لا يكون عليها العمل وإنما يرويها الناس على سبيل أن تعرف حتى يتجنبوا الاستدلال بها والاحتجاج بها وهذا منهج دقيق يفهمنا أن هذا الأمر المتعلق بالحديث النبو الشريف ليس متاحا لأي كان وليس متاحا لمن أراد فقط أن يتكلم وإنما لا بد لهذا الحديث النبو الشريف من أن يكون صادرا عن أهله من علماء الحديث الذين يميزون بين الرواية فيما بينها ويقابلونها ويعرفون أسباب الورود والسياقات ويقابلون بين النسخ وهذا كله من أجل شيء أساس وهو أن يصل الحديث النبوي الشريف إلى الناس كما قاله صاحبه وهذه أمانة مهمة جدا لأن هذا الدين إنما هو أمانة الدين أمانة ولذلك ينبغي لمن يتكلم فيه أن يكون أمينا أن يكون أمينا لأنه مستأمن على كلامه وأنتم تعرفون أنه نالك وعيدا وما أدرك ما الوعيد فيما يتعلق بأن يتحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فلذلك علماء الإسلام استلهموا هذا الأمر المتعلق بالأمانة والصدق وجعلوه عنصرا أساسيا في التصدير الحديث النبوي الشريف ولذلك فإن من تكلم في الحديث النبوي الشريف إذا لم يكن معروفا بنزاهته وبأخلاقه وبفضله وزهده وعلمه فإنه لا يؤخذ عنه وهذا على غير بقية العلوم الأخرى التي لا يهمنا من قال فيها ومن تكلم فيها وإنما أمر علم الحديث مبني على هذه المسائل إنها مسألة الأخلاق إنها مسألة النزاهة ولذلك العلماء عندما بحثوا في أحوال الرجال بحثوا في نزاهتهم هل من يتكلم في الحديث النبوي الشريف هل هو متصف بما قلناه من أمانة وصدق وإخلاص ولذلك تحدثوا وناقشوا ما يتعلق برواية المبتدعة وخص المبتدعة بذلك النوع من الناس الذين يأتون بأحاديث تؤكد بدعهم فردوا أحاديثهم لما لأنها إنما سيقت من أجل الدعوة إلى هذه البدع ومن أجل الدعوة إلى طوائفهم وإلى تياراتهم عالم الحديث يجب أن يكون مجردا ونقصد بالتجرد ها هنا أن يكون متعاليا عن أهوائه وأن يكون متعاليا عن ميولاته وأن يكون أمينا يريد أن يؤدي هذه الأمانة باعتبارها دينا يبلغ عن ربه سبحانه عز وجل هذا الأمر ينبغي أن نستحذره في رواية الحديث لأن رواية الحديث أو الحديث في شكل عام ليست علما فقط وإنما فيه شيء آخر بالإضافة إلى العلم وهو المتعلق بنزاهة صاحبه بصدخ صاحبه بإخلاص صاحبه بأمانة صاحبه وبذلك فإن هذا الذي يتحدث في الحديث النبو الشريف ينبغي أن يكون متصفا بهذه الصفات متحليا بهذه الأخلاق من أجل أن يكون كلامه لله وبالله وفي الله من أجل أن يكون كلامه مباركا لأن هذا الحديث النبو الشريف إنما هو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحدث ينبغي أن ينتبه إلى هذا الأمر لكي يستشعره في قلبه حين إقدامه على أن يحدث وعلى أن يبلغ للناس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر